السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبع قناة خليفة الغزالي أسعد الله وعوقاتكم اليوم ان شاء الله نحن نتواجده في مدينة البروج هاد السيد كليان دياننا تصل بنا وقال لنا بأنه ما كيستفدش من الطاقة الشمسية ديالو وكتبدا حتى العشرونس وكتسالي مع الثلاثونس بالنسبة للمنظومة اللي عنده رهجات وسط شجر وحتى التوجيه كيبان التوجيه على حساب الاشعاء الشمسي ماشي هو هاداك يعني ما كيستفدش منا وغادي تكون ناتجة ويكون خير ان شاء الله احنا غندير واحد للمعاينة ديل هاد المنظومة التابتة وغادي نشوفوه ان شاء الله باش نحاولو نستغلو هاد الحديد كله باش نحاولو المنظومة متحرك يعني هاد الحديد مزيان غادي نخدمو به ان شاء الله سيساعد هاو غادي دير واحد الجولة الالوح ونشوفو الطريقة كيفش غادي نحيدو الالوح بلا ما نحاولو تكون عندنا الخسائر يعني خدمة غا تكون نقية وتكون مزيانة ان شاء الله فره الماتيريال كله كين كين الالوح كين الحديد كين المضخة كين الخيط كين كل شيء يعني ستكون الخدمة الخدمة هي التي ستكون هذا الاخ السيدة ان شاء الله سنخدمو له هذا النظام للطاقة الشمسية المتحركة سيساعدة ما هي الخطة التي ستكون ان شاء الله الآن ان شاء الله بإذن الله سنقوم بالطاقة متحركة لان شاء الله يستفيد مهار كامل من الطاقة يعني سيستفيد من الصباح للعشية انتم لاحظوا الاخوان بأن المنظمة الطاقة الشمسية توجد بين الأشجار كما ترون تظل هنا قيس الألواح بالنسبة للمنظمة الشمسية تظل غير قليلا فنقص الفعالية مثلا اذا خرجت 300V او 400V دي سي ونقص الفرياتور لا يستطيع المضخة لا يستطيع هنا لدينا الواح 250 نحاول نقص منظومات متحركة لدينا 42 لوح شمسي جوج 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 سترينغات واحد أقريب البير واحد بعيد بعيد على البير الخليفة الغازالي او المبتدئين في المجال الطاقة الشمسية هذه الألواح الجداد 450 لا يوجد المشكلة تظل هي مقصومة على جوج جوج لدينا جوج لدينا مقصومة على جوج إذا تظل تحت فراه الفوق يبقى خدام بالنسبة لدينا الألواح المنظومة المتحركة لا يصاب وقلب في اليوتيب وصاب لإخوان وعيط علينا موعد لدينا طلب المشكلة لدينا وفي المشكلة المشكلة الألواح طاقة الشمسية وعندما يقوم شجار يقوم تضل على الطاقة الشمسية وليس يقوم كما تعرف هذا أنظر يحتاج صغير وعندما يقوم المنظومة فيها تين كرموس فيها يعني متنوعة أخص كلمة ضروري خص كلمة ماشي بحل الفلاحة أخرى الفلاحة أخرى كتحتاج شوية دي الماء تقدر تخدمها بطنقية بالنسبة لهذا الأخها دارا غادي نتقريباً عادي نشده غير التمان ديال تكلفة ديال الخدمة ديالنا هادشي اللي كينو نحييذوليه المشكلة احنا مدى بنا الناس يعيطوا علينا باش نحييذوليهم بحل هاد المشاكل هادو باش الناس تستفد لأن الفلاح را متضرر بزاف إلا مشا الماء ما بقى عنده الماء يعني را ما بقى عنده والو الناس را عايشة من الفلاحة عايشة من هادشي ديال تشجير عايشة من يعني خصك تعاون مع الناس أرغم أن هادشي فيه الخدمة بزاف وفيه تمارا والأخرى شافنا في القناة شاف الخدمة ديالنا وكبر بينا وعيط علينا إذا الحل الوحيد هو خصك تلبي الطالب ديالو وحنا في الخدمة ديال الزبناء ديالنا وانا كنشكر كل من يساهم في تطوير هذه القناة والناس اللي كي عاونونا باللايك وبالاشتراكات را هذه القناة ديالكم تستفدوا منها انتوما ونستفدوا منها احنا بالنسبة للأخوان الألواح اللي مركب هاد الأخ را هنمركب الألواح ديال 250 وات كما كتشوفوا فيهم همان 250 وات ماشي 450 نحن نراجعون نفس الألواح ونستطيعون منظومات الألواح ديال الميتين وخمسين اللي عندهم هذا اللون الزرق را هم كيكونوا مزيانين في حقيقة را هم مزيانين كيخدموا في الصيف وكيخدموا في الشتاق را كنديروا فيها المونو كريستالي وبنسبة للأتمينة را هم الأتمينة لم يختلفة بزافة بيناتهم حتى 50 درهم ما بين اللوحة المونو والبولي والثامن ديالهم ما بين 1200 درهم حتى 1300 درهم حتى 1300 درهم طريقة ديال التلحيم را هم تلحمه هاد الأش من 8 جواه يعني كل أش كتلحم من جيس جواه بيش دك شي يكون شاد مزيان وتكون المنظومة واقفة على الصح لأنك يتزل عليها تقل بزاف وبالنسبة للسباغة راه ضروري خصك تسباغ لأن السباغة ما كتخليش المنظومة تصدي راه المنظومة كتخدم 30 عام 20 عام 25 عام خصها ضروري تدوزلها السباغة ديالها وكيما كتشوفوا راه هذي هي النتيجة وهذه هي المنظومة اللولى اللي صوبنا يعني سهلة تحريك تحركها بو حدك لا تحتاج عاونك شي واحد وخارغ ما أن الألواح كيكونوا راكمين وكي يتقل فراها سهلة تحركها سيساعد كما كتشوفوا لا يعطي الصحة راهها قيم بالواجب وكي يخدم مع الناس وكي تساعد مع الناس راهها مهنة شريفة بالنسبة للإخوان اللي كيدروا هذي هي التلحيم يعني السودور فراه يتعلم هالطريقة هذي أنا ما كنخبيع عليكم موالو تقدر تعلم هالطريقة هذي وتخدمها الناس لأنه سيكون الألواح ولا تكون شيء صعب في الضوء تصاوب هذه المنظومة بوحدك ومن بعد يأتي المعلمة سيركب المسائل الأخوان كيف يبدأ نكتافي بهذا القدر عشرة دقيقة راهها بزاف على المشاهد لتفرج مثلا عشرين دقيقة عندنا الجزء اللي أول هو هذا سوف نقوم بها المنظومة الثانية هذه المنظومة اللي أولا سوف نقوم بها التركيب الألواح ونشوفوا البرونش مو كيفش غدين برونشيها ونخدموا المضخة وإن شاء الله نخدموا المنظومة وغد تلاحظ الفرق ما بين هاد المنظومة اللي كانت تركبة وهاد شي اللي يركبنا دابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كونوا في الموعد منها اشتركوا في القناة